الله أكبر شوف فجرناها الله أكبر هذا علم الوحدة شوف جولة جديدة من المواجهات بين القوات الحكومية والقوات الموالية للإمارات والتابعة للمجلس الانتقال الجنوبي في محافظة أبيان ولكنها قد تكون مواجهة مختلفة هذه المرة بالنظر للظروف المحيطة بها يرى مراقبون أن هذه الجولة تعني في بعض وجوهها مواجهة غير مباشرة بين أبوظبي والريال وأن تحرك القوات الحكومية باتجاه زنجبار عاصمة أبيان جاء بضوء أخضر سعودي وعلى الرغمه من عدم مضوح الصورة إلا أن المؤكد هو أن المواجهة القائمة حاليا ستعني ترسيما نهائيا لجغرافيا القوة والنفوذ فإما أن تسترد الحكومة عاصمتها المؤقتة أو تتحقق الإدارة الذاتية المعلنة من جانب الانتقال بالقوة يتعامل المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات مع اتفاق الرياض كمولود ميت مكتفيا منه بما حصل عليه بموجب الاتفاق من الاعتراف ثم التنكري له وإبداء عدم الرغبة في تنفيذه لدرجة إعلان الإدارة الذاتية في المحافظات التي يسيطر عليها فيما لا تزال الحكومة متمسكة بضرورة تنفيذ الاتفاق الذي مضت كل مراحله الزمنية المنصوص عليها دون التنفيذ يبدو الوضع الميداني في أبيان غير واضح والتقدم السريع الذي أحرزته القوات الحكومية في المرة السابقة لم يتحقق هذه المرة استعد المجلس الانتقالي للمعركة متسلحت بدعم أبو ظبي الكبير إلا أن هذا قد لا يستمر طويلا في حال كان الهدف من جانب القوات الحكومية هو استعادة عدن وليس معركة هامشية لعادة الانتقال إلى طاولة اتفاق الرياض وبتزامن مع المعارك الدائرة في أبيان دهب الانتقال لتصعيد باستعراض ميليشياته في حضر موت باسم لقاء تشاوري للقوات الجنوبية وهو ما دفع المحافظة البحسني للتلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يعمل خارج إطار المؤسسات الرسمية جولة أخرى من حرب تبدو بلا أفق في حين تعيش عدن أوضاعا ماساوية بعد كارثة سيول أغرقت المدينة وحولتها إلى مدينة منكوبة بالأوبئة تشيع كل يوم صفا من أبنائها ولا أحد يراها في هذه الحرب التي لا تريد أن تنتهي